اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عشر سكايب حديث عراقي منذ بداية احتلال العراق وتشكيل العملية السياسية بهذه الاحزاب والقوى التي تناوبت على حكم العراق والتي تشاركت على سلب العراق كل مقاومات التي افسدت التي خربت التي دمرت التي اشعت الطائفية والفساد والقراب والدمار والفرقة والتمزيق والقتل كل هذه القوى القوى العملية السياسية التي تدعي انها جاءت من اجل المظلومية جاءت من اجل الديمقراطية جاءت من اجل حرية العراق جاءت من اجل بناء العراق المزهر العراق الجديد وثبت خلال 19 مايقرب من 19 عاما ان كل هذه الادعاءات كاذبة وان هذه القوى ما جاءت الا لترعى مشروع احتلال العراق والمشروع الامريكي الايراني لاحتلال العراق وتدمير العراق واضحها فيه وخلال كل هذه السنوات شهدنا شهد اهل العراق كيف ان هذه القوى كانت تتصارع فيما بينها ربما كان الصراع فيما بينها لا يظهر فقط السطح كان يعني تحت السطح وما يطفو من سطح السفينة كان لا يوحي بما فيه داخل السفينة يعني الغاطس منها لا يظهر والبعض كان لا يراه كان الصراع دائما على المكاسب هذه القوى ما جاءت الا للفساد للخراب للدمار لم تأتي بمشروع وطني لم تأتي للبناء لم تأتي لسعاد العراقين لبناء العراق لتنمية العراق لازدهار العراق لصيانة سيادته واستقلاله لا جاءت لخراب العراق والدليل ما حصل خلال 19 عام من خراب ودمار ودخول العراق فيه قوائم اكثر البلدان فسادا اكثر البلدان خرابا مخدراتا انتهاكا لحقوق الانسان مهاجرين قتل موتى سجون كل هذه القضايا عطالة فقر كل هذا الموضوع يعني يشكل حجم الكارثة يشكل يشكل عمق الكارثة يشكل جسم الكارثة التي حلت بالعراق منذ عام 2003 لحد الآن لذلك هذه القوة كانت تتصارع للمكاسب لم تأتي الا صراع للمكاسب كانت تريد تستحوذ ربما كان لا يظهر صراحة فيما بينها لأنه هي الشعب من الفداية يعني اعتقدوا انهم كذبوا عليه واستغلوا يعني ربما الغطاء الديني العباء الديني لكي يلعبوا على بعض العقول التي لم تدرك مراميهم والتي لم تدرك كذبهم والدعاءهم وهم يعني أبعد ما يكون عن الدين وعن القيم وعن وعن كل شيء فيه رصانة وفيه قيم نبيلة لذلك يعني حاولوا التضيل حاولوا الكذب وبالتالي يعني هم لا يعنيهم الشعب تعنيهم قواهم هذه تعنيهم الأجندة الخارجية كيف يخدمونها وكيف يقوم في السلطة وكيف ينهبون ويسرقون ذلك كان صراعهم دائما يعني الاستحواذ على أكبر مساحة كل كل فريق منهم يعني يجمع قواته يجمع أسلحته لكي يدفع بالفريق الآخر إلى مساحة أضيق يأخذ منه مساحة أخرى وهكذا والبعض سمها الكيكن قاسمها وهذه القسمة تتبع القوة القطع الكبير اللي من هو أقوى القطع الصغيرة اللي من هو أضعف هكذا بالتالي اليوم وبعد نحو 19 سنة ظهر الصراع إلى العنان يعني طفت بعض ملامح وصور هذا الصراع ما نشهده في الساحة اليوم خاصة بعدما سمي بالانتخابات المبكرة هذه والميليشيات التي خرجت للشارع وتعترض الفائز طبعا الذين فازوا والذين خسروا كلهم من الميليشيات كلهم من نفس القوى لكن هناك من تقدم هناك من كسب وهناك من خسر والكل الشعب رفضهم لكن الذين خسروا الآن خرجوا إلى الشارع بأسلحتهم بكل قواهم بألسنتهم يشتمون ووصل بهم الحال إلى ما سمي بمحاولة اختيال رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي هذه جزء من هذا الصراع جزء من الصراع ميليشياوي صراع بين هذه القوى الناهبة والمدمرة للعراق وكان أهل العراق وكان كل القوى المناهضة للاحتلال كل القوى التي لديها فكر ولديها رؤية وطنية كانت تعرف هذا وتحذر منه وكانت تحذر الشعب منه وتعطيهم نظرة واسعة لما سيحدث وكانت الوقاع تدلل يحدث هو واقع ومتوقع وحقيقي لأنه هذا ديدنهم هذه هي القوى هذا فكرها الكسيح وهذا مسيرتها وهذا قطارها يمضي إلى هكذا محطته والتالي وصلوا إلى المحطة التي ظهر على سطح السفينة جزء من مناظر هذا الصراع الصراع ما زاله في بداياته الظاهرة هو موجود لكن صور الصراع التي تظهر اليوم ربما صور وسيطة ستطور هذه الصور هؤلاء لن يرضوا بخسارة مكاسب يريدون أن يكسبوا كل شيء كل قوى تريد أن تكسب أكبر شيء فذلك الصراع بينهم مرير لأنهم لأنهم تعلموا على النهيب على الفساد على الخراب وكل قوى تستحوذ على مساحة أكبر على حساب القوى الأخرى عليها أن تكون أقوى أن تكون تدفع هذه القوى أن تأكل من مساحتها وهذا لا يسمحهم بي ذلك الصراع بدأ وهكذا نشاهد هذا الصراع بكل أشكاله بكل أنواعه بكل ما يقزز ويدعو إلى الأسف لأن هؤلاء الذين يحكمون العراق مع الأسف منذ 2003 إلى حد الآن هذه هي وجوههم هذه هي مناظرهم هذا هو منطقهم وهذا هو يعني أسلوبهم وهذا وإطارهم ليس أكثر ربما جزء من ما سمعناه يعني الدول كلها أيدت واستنكرت ما حصل لمصطفى الكاظمي وهذا يعني واقع الحال يؤكد أن هذه الدول يعني مولعة بخراب العراق يعني أيدت خراب العراق وما زالت مصر على خراب العراق لأنه من يؤيد هذه الحكومات من يؤيد هذه الوجوه التي خرجت من رحم هذه العملية السياسية وإيد هذه العملية السياسية واستمرار بالتأكيد يريد للعراق الخراب واحدة من التصريحات أنتوني بليكن وزير خارجي الأمريكي هذا البلد اللي احتل العراق ودمر العراق وأعطاه لإيران على طبق من ذهب مثل ما يقولون يقول اعتداء يقول هذا الهجوم اللي على المصطفى الكاظم هو اعتداء على سيادة العراق واستقراره هذه قضية سيادة العراق واستقراره مشكلة كبيرة الميليشيات كلها تتحدث عن سيادة العراق واستقلاله وسيادت وهي من تنتهك سيادتها واستقراره واستقلاله وأمريكا هي التي انتهكت سيادة العراق واستقلاله ودمرت العراق وقتلت أهل وشردتهم وموزقتهم ومعطت وغولت إيران فيهم وغولت الميليشيات من تتحدث اليوم يعني يعني وماذا تسمون يا أمريكا التي تقول أن هذا اعتداء على سيادة العراق واستقراره وماذا تسمون احتلالكم للعراق أليس يعني كان اعتداء على سيادة العراق واستقلاله واستقراره ماذا تسمون تهجير العراقين وقتلهم والسجون اعطاء العراق لإيران تغول الميليشيات اعطاء المساحة للميليشيات كي تتغول وكي تحكم العراق هذا فكر الكسيح الفكر الطائفي فكر المحاصصات ماذا تسمونه هذا كل يعني المجيء بحكومات الفساد هذه والخراب والدمار والتدمير طوال سلطة ع السنة وتدمير العراق ماذا تسمونه الحقيقة هذه واحدة من الصور التي يجب أن لا تغيب عن ذهن المواطن ما يجري اليوم هو صراع ميليشياوي بين الخاسرين والرابحين وكلهم من نفس الطينة من نفس الإطار من نفس الإطار المخرب الذي خرب العراق مع الأسف وكل من يؤيدوهم يؤيدونا هذا هذا الإطار المخرب للعراق مع الأسف الشديد من يدعي أنه ضحية من يدعي أنه ظالم من يشار له أنه قاتل ومن يشار له أنه مقتول الكل هم قتلة كل هم يشتركون في تدمير العراق وقتل العراقيين ونهبهم كل ما يملكون هذا واقع الحال وهذه الصورة التي دلت عليها المحاولة ما يسمى باختيال مصطفى الكاظم الأخيرة وهذه صورة الصراعات التي بدأت تتضغور وتظهر على سطح السفينة في الآونة الأخيرة أترككم بخير وقت هذه الحلقة قد انتهى ألتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة